موسيقى 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 في الصين في الصين الناس غالبا يستخدمون جذور الزنجبيل يستخدمون جذور الزنجبيل توقف في يقاف نزلات البرد جينجر هذا عبارة عن عبارة عن قديم لأكثر استخدمون لأكثر من ألفين سنة إذا كان لديك برد جرب جرب شراب شراب زنجبيل يمكنك أن تضيف الليمون أو البرتقال في اليابان الناس يعني يضيفون الليمون للماء الحار مع الزنجبيل والعسل البصل سوف يساعد بساعد بساعد البلعوم الشاي الحار مع العسل والبصل شراب هو شراب مفضل في الكثير من البلدان في اسبانيا كثير من الناس كذلك يستخدمون الثوم لإيقاف القحة في روسيا بعض الناس يقومون بإعداد الشاي الحار مع البيض والعسل الممتزج مع الزبدة والحليب هذا جيد بالنسبة للقحة للسؤال اشربه قبل أن تذهب إلى الفراش وسوف تشعر أنك على ما يرام في الصباح في الصباح